سيطر شباب المنتخب الوطني للسلاح على منصة التتويق بأول أيام بطولة إفريقيا للناشئين والشباب وخمسة عشر سنة المقامة حاليا بمجمع الصلاة المغطى باستاذ القاهرة الدولي تصدر أبطال مصر جدول ميداليات البطولة بثمان ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وأربعة برونزيات فيما جاء تونس في المركز الثاني والسنغال ثالثا وجنوب إفريقيا رابعا اشتركوا في القناة